السلام عليكم حبايبي وصفة هذا اليوم وصفة تقليدية معروفة اللي هي مرق البامية أكثر الناس يعرفون يطبخوها بس أنا قدمتها على ود الشباب اللي بعيدين عن أهلهم يقدرون يطبخون الجامدة فاستعملت البامية الجامدة تفضلوا إيايا شوفوا شلون رح أطبخها بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندي ربع كيلو أو نصف كيلو حسب رغبتكم قطع لحم حسب الحجم اللي تحبوه بالبداية سلكتها بس ما صورتها بس بمي من شفتها سوى شلت السوب اللي بقى بي على جهة هسا استعملها بعدين بالوصفة وخليت شوية زيت ورشيت لشوية ملح يعني نصف العقة تأكل وحمستها شوية وقلبتها وبعدين ضفتها 400 غرام بامية مجمدة مكتوب عليها زيرو اصر حجمها متوسط أو صغير ثلاثة سنثوم شرحت ثلاثة سنثوم شوية كبير كان عندي فضفت ثلاثة سنثوم وشرحته واتوا حسب رغبتكم تقدرون نضيفون أكثر أو أقل حماستها البامية هي مسلوقة نص سلق فأنا نصيت النار وخليتها على راحتها استوات شوية وضفت ثلاثة ملعقة تأكل معجون الطماطئ وأيضاً بقيت أقلبها بهالصورة إلى أن طلع ريحة طيبة يعني موقع طويل بسرعة بس الريحة تبين عندكم ومن بعد ما نحمس المعجون نضفت له عصير أربعة حبة طماطئة خلطتها بالخلاط وصفيتها بهذا المصفي على اللحم والبامية هنا مثل ما دا شوفوا لقيت أصف الطماطئ بالمصفي ودائماً أنا أصفيها حتى يطلع طعم المرقئ كلش طيب وتخلص من القشر مالة الطماطئ مهم هذا الشي من بعد ما كملت استعملت سوب اللحم اللي شيلتها مثل ما قلت لكم من ستوى اللحم حتى نستفاد منه وضفت تقريباً قلاسين مي تركتها إلى أن تغلي وضفت لها عصير ليمون حسب رغبتكم يعني حسب الحموضة يجوز مرات الطماطئ خلطة ما يحتاج الضيفون بس الليمون يطيها نكهة طيبة ويعادل طعم المعجون والطماطئ تركتها شوية تهدرت تقريباً عشر دقائق وقدمتها ويا الرز اللي هو التمن وهذا شكلها النهائي يجربوها إن شاء الله تعجبكم وألف عافية